ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأمر الذي انعكس على نمو وتطور القطاع الخاص من خلال زيادة عدد المؤسسات في سوق العمل وارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص كما أكدت السيدة مهام فيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن تمكين تعمل كوجزء من منظومة متكاملة لتحقيق أهداف وطنية بالتوافق مع أولويات التعافي الاقتصادي والتي كرستها الحكومة الموقرة بتوجيهات صاحب الجلال المعظم حفظه الله ورعاه مضيفة بأن تمكين ملتزمة بتنفيذ الرؤى والتطلعة المرتكزة على المواطن البحريني والتي نص عليها برنامج الحكومة ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية هم إنجازاتنا في العام الماضي تتلخص في عدد الشركات التي دعمناها والله الحمد دعمنا أكثر من أربع تلاف مئة شركة بحرينية ودعمنا أكثر من عشرة تلاف فرصة وظيفية وكذلك أكثر من ثمانة تلاف واربعمائة فرصة تدريبية في هذه السنة أولوياتنا إن شاء الله بتكون أربع أولويات بنركز فيها على المشاركة الاقتصادية نكثف الجهود في مساعدة البحريني في مشاركة الاقتصادية في سوق العمل والأولوية الثانية في دعم المؤسسات وتنوعها ونموها ومساهمتها في النمو الاقتصادي والأولوية الثالثة في إننا إحنا إشلون نقدر نطور وندعم الإيكو سيستم أو النظام البيئي لسوق العمل والقطاع الخاص وآخر شيء إشلون إحنا نقدر نطور من التدريب وندعمه بحيث إننا إحنا نركز على المهارات ونركز المطلوبة في سوق العمل واللي هي تحتاجها وظيفة المستقبل ترجمة نانسي قنقر